أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة تقليم كردستان عن إطلاق مشروع الأساور ونظام تحديد موقع المصابين بالتوحد والذي يطبق لأول مرة في كردستان والعراق وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المشروع يأتي كجزء من الجهود المبذولة من قبل حكومة تقليم كردستان والتي عملت على العديد من المبادرات لدعم مرضى التوحد وتقديم الحلول التقنية الحديثة لضمان حمايتهم ورفاهيتهم مشروع الأساور ونظام تحديد المواقع الذي نعلن عنه اليوم مصمم لرعاية المصابين بالتوحد وسيقدم لنا مجانا وهي تجربة رائعة جدا خاصة وأنها لأول مرة تطبق في العراق يهدف المشروع مساعدة الأهالي على تتبع مواقع أبنائهم المصابين بالتوحد حيث تسعى حكومة الإقليم من خلال هذه الجهود إلى تحسين الظروف المعيشية لمرضى التوحد وضمان حصولهم على الرعاية والدعم اللازمين